اهلا بكم مع مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525 اليوم هنوري لكم سيارة طال انتظارها شكل جديد من السيلفراد والتريل بوس كابينة واحدة بالشكل الجديد الفيسليفت ميجر فيسليفت زي ما بيقولوا تغيير كبير جدا تم عليها في منتصف عمرها تغيير احنا زي ما احنا شايفين اول حاجة بنشوفها قدامنا هو الشبكة الامامي زي ما نشايفين هو بارز 3D خلينا نقول عليه الاضاءة تغيرت شوية عليها كفر كمان من الاعلى سيجنيتشر اختلف الفتحات عندنا هنا الهوكات بقت بارزة زيادة الكشفات الدبابية زي ما انتشايفين موجودة وLED بس متغطيها بشكل ريادي ترفيعة السيارة طبعا من المصنع مرفوعة 2 انش عن الارتفاع العادي عندنا هنا كمان تم اضافة الهوت سكوب او غطع المحرك زي ما انتشايفين وحندخل نشوف السيارة من الداخل ونقول لكم على مواصفاتها كاملة ونشوف اين اللي تم فيها من الداخل لان التغيير الكبير هو تم فعليا من الداخل يلا بينا تعالوا رأي زي ما انتشايفين شكل المفتاح اتغير ده نفس شكل مفتاح التاهو من الواضح ان هو هيكون موحد في كل السيارات اللي نزل منها شكل جديد وده شكل السيارة قالينا نشوف الاضاءة بتاعتها زي ما انشايفين ما شاء الله جميلة بكلها ال اي دي حتى الكشفات الضبابية وقفناها وفتحناها مرة تانية حلوة الحركة دي طبعا على السيجنيتشر اضاءة رحبية تعالوا نبص عليها من الداخل طيب قبل ما نشوف السيارة من الداخل نشوف التفاصيل اللي هم عملوها كتغيير على السيارة الدعمية الحديد البونت او الغطى المحرك بقى اعرض شوية ومغطي الشبك الامامي وعندنا هنا الهوت سكوب باين او تمام نفتح الماكينة او وغطى الماكينة ونشوف ايه التغيير اللي تم ده شكل الانجين او المحرك او الماكينة زي ما انت شايفين طبعا الماكينة هي نفسها بس طرق عليها تحديث هي 5.3 10 سرعات اوتوماتيك 355 حصان V8 طبعا في عندنا هنا داخل في زي ما انت شايفين حاجة اسمها Air Shutter بيفتح ويقف الاوتوماتيك لو السيارة ماشي على الخط هي بتفتح وتقفل على سرعات معينة هي بتحدد امتى تفتح وتقفل طبعا والاهم حاجة اضافوها او عدلوها في الماكينة ان هي بقت Dynamic Fuel Management Dynamic Fuel Management كان دائما بينزل على السيلفرادو الكابنتين بتعارفين اهي يعني كان بيشتغل بداية من سيلندرين اتنين فقط ويفتح باية السيلندرات حسب الار بي ام السيلندرات بتكون حرة ودايناميك احنا عارفين الطريقة دي كانت موجودة على السيلفرادو من قبل على الشكل الجديد اللي نزل بداية من 2019 بس كان على الكابنتين فقط دي ما انتم عارفين طيب تعالوا ندخل بقى نشوف السيارة من الداخل هي زي ما هي لسه زي سيفنتي ون شكل رنجات نفس الشكل واياس الطايرز نفس الاياس الدخول ازاكي على بواب نقاط العامية على المرايات بتنك البترول رانشو ساسبنشن طبعا كاميرتين خلفيتين الباب ده احنا عارفينه احنا نقدر نفتح بالريموت وممكن نفتح فتحة زيادة لو حبينا نخليها سلم هنا كمان تم تغيير بقت الاضاءة هنا ال اي دي الخط ده تمام ده موجود من الاول الاضاءة ال ال اي دي في الصندوق وكهربة تلتين و تلتين فولت تمام هبقفل نشوف ده شكل الاضاءة اهو قد بقى بالليل اكتر طبعا تعالوا نشوف بقى السيارة من داخل اللي اللي تم عليها الباب زي ما هو فيش فيه تغيير تخشيب لوك هنا فيه جلد زي ما هو بالزبط الدواسات مكتوب عليها دواسات رابر هنا الكرسي نازل على الدفع اللي جت لنا دي كرسي جلد تمام تمام تخشيب على جنب الكونسول هنا تم شوية تغييرات الازرار يعني تم تغيير اماكنها واضافة ازرار تانية الهند بريك الاوفرود هنا المود تمام اكيد هنا فيه تاوينج مود هنا كشرف الدبابي هنا الاضاءة بتاعة المرايات ده اضاءة الداشبورد ودي اضاءة الكاميرا اصوري الاضاءة الفوق السندوق تمام فيه حاجة تم اضافتها هنا ده اللي هو انتلي بيم بيقولو عليه ما كانش موجود قبل كده الزر ده ولا الاضاءة دي دي بتعتم الاضاءة في حال لو انت ماشي على طريق انتجاهين بيعتم الاضاءة عشان ما يعملش اللي هو العمل اللحزي زي ما بيقولو عليه في السائل اللي قدامك في السهرات اللي قدامك عشان السيفتي طبعا هنا الارباكز موجودين اللمبر سببورد بينفخ السيت طبعا دهر السيت فوق و تحت ودره قدام اوكي ده بيفتح الهود التغيير بقى الاكبر تم على العداد والشاشة في الداشبورد ده بيانو بلاك كله الماتيريالي اختلفت او المواد اللي استخدمت في التصنيع احنا هدخل بقى السيارة اوكي مهمة تغيير طرق على التريل بوس الاتنين وعشرين الدفعة الجديدة هو الجير الاردي ده شكل الشاشة هي اكتر من تلتاشر انش والعداد اكتر من اتناشر انش ده شكل السيرينج موجود اون ستار موجود هنا فيه التخشيب ودي سادة هي هزر هنا فيه او اس بي او اس بي تايب سي المكيف حتى البكر المكيف شكله رياضي وشكله قوي جدا يستحمل هو رابر طبعا يستحمل اماكن اللي السيارة دي هتروحها او بيديك اي حاجة بالسيارة انها اوفرود تمام عندنا هنا كمان البوش ستارت دي طبعا طبع التريل الخلفية بتعمل الضبط مع البريك كاليبريشن ستيرين جديد بدلاته على الستيرين شفت بدل او بدل شفت ايه كمان كاب هولدر هنا السادة في بوكس هنا فراغ ايه اضاءة شاحن طيب سي ويو اس بي كونكتوبتي طبعا هنا تغربة بتاعة البيت ده مكان الشاحن لسلكل التليفون بتحطه في مكان بيخلي التليفون ما يتحركش منه اللي متشافين مش مقفول عليه طيب ايه رأيكم نشغل السيارة نشوف ايه اللي هيتم وايه اللي هيظهر معانا هنا تمام يلا بسم الله الجديد ونقدر نغير الديزاين ما عملنا على بعملنا على ايه وعملنا ديجيكل عملنا بيكون فاضي خالص او الكلاسيك اختار بقى لو انت عايزه طبعا. هيتعالى نقلب شوية كده نشوف ايه اللي موجود. تقدر تتحكم كمان في اللي موجود على العداد. زي ما تشايفين. زي ما تحب بتزهره. استهلكة البترول. بزيط الجير. تاني. يعني بتعمل اه للموجود او معروض على العداد عندك قدامك. ممتاز. نختار نخليه مثلا ماكسمم. ميديم او مينمو. طب نازل كمان انفو بيج اوبشنز سبيد. ده الحالات اللي عايز تزهره تريب وان تريب تو درايبر ساماري تار بريشر فيول ايكونومي درايبر سيستم. كل اللي انت بتحتاج تعرضه على الشاشة هيزهر عندك هنا. ممكن حطاها مسلا. كل اللي انت عايز تعرضه بتعرضه. تمام? ننزل بتاحت سبيد ورننج. نابل. تحدد الصورة اللي انت عايز يعمل لك عليها تنبيه. يو عشرين ناصره. تسعة عشان الرادار. هنكونفرم. سبيد ساين ديس بلاي. همان? اهي دي طبعا انتو شايفينها? سوفتوير انفو. اوكي. ورسيت. تمام. هشوف في ايه تاني هنا على الوبشنز. عادي. هنا لو انت موصل تليفونك بالبلوتوث هيزهر عندك طبعا. هنا او اللوكيشن بتاعك بها يزهر عندك من على الشاشة. هوري لكم دلوقتي حالا. اللي موجود على الشاشة. دي. بتوريك استهلاك البترول وسيارة ماشية كم كيلو. ومتوسط السرعة. الحاجات اللي انت ممكن تختار تعرضها على الجزئين او القسمين اللي على يمين او اليسار ممكن تشوفهم كمانا على نصف الشاشة. ده اللي هو بخاني لنا نقول عليه التنبيه التصادم. بتحدد المسافة بتاعته طبعا من هنا ودي حاجة خاصية جديدة تم اضافتها على الكابينة الوحدة من التريل بوس. اذا كمان نشوف اويل لايف. البركباد لايف. ايرفلتر لايف. والتريل بريك. دي اي. الوفرود. اوكي. بالانسين. بتوويل او فورويل بتخلال مود. انجين اوار. ترانسميشن. او حرارة الجير. هل. ممتاز. طيب. خلينا نجرب هنا. المود اللي غيرناه. نشوف اللي حيحصر عندنا هنا. اوكي. زي ما تشافين السيارة حتى شكلها بتغير. نلفينا كمان مرة. نورمل. وافرود. هي نورمل وافرود. ممتاز. طيب لو ضغطنا على الزر اللي هنا عند المود. اطلع لك كمان. ناليا. اوكي. حلوة جدا. طيب نروح بقى على الازرار. هنا عشان تفصل الاول حاجة عشان تشغل الشاشة او الراديو او يعني النظام الترفيه عندك. هنا فصل تنبيه الحرارات. ده للحسسات خلفية طبعا. وده بيفتح الباب الخلفي. احنا فتحناه بالريموت بس ممكن تفتحه من هنا لو انت داخل السيارة. الهازرد او الاربع اشارات. تراكشن كنترول. اه السيارة فيها خاصية فصل المكينة عند الاشارات مثلا. ده بيفصل الخاصية نفسها. وده طبعا. ده بتاع المنزل لو انت نزل من على منزل يعني اه منحدر عالي. تقدر تخلي السيارة تمسك عليه. تمام. ده المكيف. الازرارة شكلها اختلف. كلها بيانو بلاك. هنا في ديزاين بقى طبعا فراغات سادة هنا وراء الشاشة. في ديزاين هنا كمان. الداشبورد. ما شايفين? ده الجوجل اسست او سوري الجوجل اكاونت تقدر تحط الاكاونت بتاعك تعمل بي ساين ان. الاوديو المابس. فون كاميرا. اوكي. كاميرا. و الربيرس كمان طبعا. خلق. اده هم بطن او زر. القيمة الرئيسية جوجل اسست. لو انت عمل اه ساينين طبعا بالجوجل اكاونت هتقدر تعمل اه تدخل على البلاي ستور وتنزل اللي انت عايزه من من برامج وابليكيشن زيان. لو شايفين هنا في اندرويد اوتو وفي ابل كار بلاي. هنا كمان ده التحكم في المكيف من الشاشة. كده انشغل المكيف. اتفعله. اوكي. اي كمان. ارجع تاني. للشاشة. للسيارة ككل. ويوريني بقى الكونكشنز. البيكل. الابليكيشن وكل اللي انت عايز تعمل له ساتنز. موجود على الشاشة. هنا الواي فاي هوت سبوت. وماي شيفرولي. لما تنزل الابليكيشن اسمه ماي شيفرولي. وتفاعل خدمة سيري. وتفاعل تقدر تتحكم في وفي السيارة كاملة عن طريق التليفون. في عنده جوجل نيوز. في بودكاست. طبعا يعني كل ده كأنك بتزبط ماسك تليفونك يعني. منتز. هنا الان ستار. طيب التغيير بقى اللي تم اكتر شي الناس مهتمة به هو الجير الاردي. الجير الاردي عشرة غيار اوتوماتيك. بس واقفة اه ممتازة جدا. احنا جربناها. عشان تجيبي الرفيرس. ضغط واحدة على الشمال. القدام. اشتغل الكاميرا. طلع لك هنا على العداد. اللي عايز تجيب دي. مش محتاج بقى تضغط على الزر. بس ضغطة لتحت. ادخل على دي على طول. يكتب لك هنا. عايز تشغل الجير مانيول. ضغطة كمان لتحت. زي ما انتم شايفين هو هو تحس ان هو يعني ما فيش بقى تروس وتعشق والكلام ده كله. هو بسيط خالص يعني كتكنولوجيا يعني. بس سهل جدا الاستخدام. تمام? هو هو زر واحد بس. والسيارة بتنبيهك ان هو تم تعشيق على. تمام? السيارة كمان تم اضافة الابدل شفت لو انت جايب تجير على دي بتسوق عادي وتقدر تبدل لو جايبه على القلب سوق عادي لو انت افرود وحابب تبدل بال بالشفت او البدلات الورا للستيرنج ممكن. طبعا هنا مصابة السرعة العادي مش تفاعلي. والا بلوتوت ده طبعا والاستخدامات للكولز والمكالمات والميديا. تمام? السيارة فيها طبعا احنا قلنا ان هي يعني بترول مفيش. تمام? هننزل. لو حابين اي اسئلة تقدروا بتتواصلوا معي على زيرو فايف زيرو فايف وان سيكس تري فايف تو فايف من بنحمودة للسيارات في ابو دابي والعين. يلا ما انتشايفين السيارة ما شاء الله شكلها جميل اصلا من اول ما نزلت. وبقت احلى كمان. حاليا. يلا في انتظارة الصلاةكم والكومنس والتعليقات اي اسئلة انت عايزين تسألوا عليها. ممكن هنا على اليوتيوب او احبيتوا تتواصلوا معي مباشرة على الواتساب رقمي عندكم. طبعا مع كود الدولة في الامارات. بعدين زيرو فايف زيرو فايف وان سيكس تري فايف تو فايف مهند من بنحمودة للسيارات. واهلا بكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.